موسيقى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اخوتي اخواتي مرحبا بكم معايا فيديو جديد يوم ان شاء الله سوف ندير طريقة ترويض الطاجين لكي نستعمله لأول مرة كيف كتشوفو هنا عندي طاجين جديد شللته شوية بالماء غريب لما تشليلة خفيفة خليتو نشف وخديت الزيت أنا خديت زيت المائدة وبديت كندهن بها طاجين من الجوانب يعني من الدخل ديالو من الجوانب وغاندهن كذلك الغطايا غاندهنها مزيان كيف ما هاد الخطوة اخواتي ممكن ديروها بالشحمة انا ما متوفر ريج هنا يعني صعيب باش ناخدو الشحمة هنا ممكن تسخنوها يعني ماشي تدوبوها غي تكون سخونة يعني هكذا فيها وتبدو تدهنو بها ضروري تدهنو مزيان 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 يعني من الداخل من الجوانب والغطايا كذلك تدهن مزيان باش يعني هكا كيتغير لون ديال الطين وكيعطي احتى واحد ريحة زوينة أتبعوا معي يلبنا في الطريقة راه اغزاء لها الطريقة هذه الطريقة المعتمدة عندي انا دائما في ترويد الطاجين قبل ما نستعملو اول مرة هنا مني كان دهنو يعني ضروري يلبنا تدهنو حتى الجوانب وممكن تدهنو الغطايا حتى من بره انا راه دهنتها من بره دهنو مزيان يعني وكترو من الزيت او من الشحمية ولو كانت الشحمية يكون احسن كدخلي واحد ريحة وواحد الماطاق زوين في الطاجين انا ما متوفر ليش يعني كتافيت بالزيت غي دهنو اشتو البنات هنا قرأ عندي زيت بزايد في الطاجين كيف ماشتو راكيبا زيت بزايد ماشي مشكل قدمه دهنتو يكون احسن صافي البناتو هنا دخلتو الفرر اللي كان سخون 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 مزيان يعني طيبت فيه قبل وكان ما زال مشعور ودخلت الغطايا بوحدها وكيف كتشوفه يعني الطاجين بوحده وخليت العافية شعلي عليها غي واحد الخمسة دقائق وطفيته وخليته تم بردع لخاطر خاطره فجبتو البنات لقيتو انشف وهناك نعاود نفس العملية مرة تانية يعني اللي عندهما البنات بحلي في المغرب يعني كتكون الحرارة في السيب ماشي مشكل هاد الخطوة دي الفررانة غي يستغنع لها ويخرج الطاجين غير الشمش وينشف على خاطره يعني انا من حيث كان افتقده في هاد البلاد الشمش فاضي طريت معاوده يعني بالفرران ضروري هادي المرة التانية اللي كان ذهن فيها الطاجين وكيف كتشوفه كان غرقه في الزيت يعني كان ذهن مزيان كل الجوانب والطاجين من الداخل والغطاية كذلك من الداخل ومن بره الغطاية رهك اندهنها من الداخل ومن بره ضروري البنات تتهنه مزيان وانا البنات الطاجين ما كان بيتوش في المحيت كنت كان جربتك الطريقة ديال طاجين يبات في البانيو ديال الماء ويبات يتشرب ورغم ذلك كان كيت فتتلي صراحة هاد الطريقة هادي خرجات لي غزاله غير كان ندهن بالزيت وندخل الفران او اللي عندها سطح يعني وشمش رها غدي تشمشوا دهنه مزيانة البنات وانا قلت لكم الاحسن يتدهن بالشحمة ولكن رها نفس النتيجة صراحة نفس النتيجة شو البنات حاولوا الدهنه قاع الجوانب وحتى الغطاية من بره دهنه مزيان هنا المرحلة الثانية يدي الفران اعطني الفران سخون بزاف دخلت الغطاية حطيتها بوحدها وطاجين حطيته عطيته هو بوحده وخليته تمح تبرد عليه الفران يعقبني كتخرجوه ركت تلقاو هناش من الزيت حتى يبرد قاع البنات يبرد قاع ما يكون لده في ولا سخون يعني يبرد لكم الطاجين قاع سوف ندهنه هنا المرة الثالثة كيف كتشوفوا بنفس الطريقة ندهنه مزيان ماشي يعني كنأكد عليها دهنه مزيان بالزيت ماشي تقولوا لا را غايبقى فيه الزيت ولا لا را فاشك يدخل الفرن كينشف هادي المرحلة الثالثة البنات اللي دخلتو للفرن والفرن راح سخون بزاف وطفيت عدي وخليته ينشف على خاطره ويبرد هنا البنات اغنضوز الآخر مرحلة في الترويد ديالها الطاجين البنات واحد الملاحظة مهمة مني تكونوا كتخنوا في الفرن وتخرجوه ما تحطوهش منه البوتاجي ولا لا سافر البنات شوفوا هنا مهم دبرا ندرتو هنا على البوتا ما كيما بقى فيه الزيت لولو يعني برد على خاطره وتشرط ديك الزيت على خاطره وحتى ركوشتوك المسح مكي لاطين لا حتى شي حاجة هنا البنات شغلين دير اغناخد القشور ديال الخضار كلها اللي عندي اغننقطعها كبيرة يعني ماشي حاشي بها الطيابولا هادي دخلها في المرحلة ديال ترويد اغنقطعها كبيرة انا هنا يا درت قشور ودرت يعني شي خودر قطعتهم كبار وهنا زد خودر كانت عندي مجمدة القشور ديال الحامضة همك يعطي واحد البناة كيخلي واحد البناة زوينة في الطاجين المايس جلبانا خيزوا هدو كانوا عندي مجمدين هنا شوية ديال الرباع مخلط يعني قطعته كبيرة عشوائي ماشي مشكل اي نوع ديال اي نوع الخضراء عندكم انا كان عندي هنا التومة البصلة البابريكا الخزو الربيع الحامض قشور الحامض المايس اي حاجة عندكم لحوها في ديال تاجين يعني تخلي واحد البنازوينة وكتحيد ريحة ديال الطايم هنا كيف كتشوفوا اخواتي زيت واحد نص كاستال كاسل لاروب ماشي مشكل ديال زيت تدريت غير زيت نباتية ماشي مشكل عندكم تطريف ديال شحمة لحو فيها وهنا زيت واحد الكاستال كاسل لاروب هكا ديال الماء يعني اي نوع البنات هاد هاد المرحلة غدي تجي نهار تكون هرج ما حيث كنستعملوا الخضر كسكسوه كتكون باقي عدنا بزاف ديال يعني هكا بزاف ديال الخضراء والقشور كي بقوا لنا غسلوهم البنات داروا يدوك القشور تغسلوهم وتحطوهم في الطاجين سافيا البنات شعلت النار مهم كنت شعلت النار على مهيلة على الطاجين ديالي وخليتو هكا كي يغلي هانتو ما كيف كتشوفو ومره مره كان حرك مره على مره هكا كنفتح الطاجين وكان حرك هانتو ماشتو هنا ديك القشور وديك الخضر طروفة ديال الخضراء بحلت بالتونزلات يعني يغلي والبنات حتى لساعة ساعة واربعة ولا ماشي مشكل وانتو ما كتحركوا بشوية يعني بواحد الملعقة ديال الخشاب باش ما تقرطوهش صافيا من بعد غان نخلي ديكل الخضراء ديالي تبرد خويتها لحتها هنا البنات مسح تغيب كاغد باش تشوفو باللي ره ما ملصق موالو مسح تغيب كاغد حتى يعني حتى يبرد خليتو برد مززيان وغسلتو غسلة خفيفة يعني هو راكي تشرب للمواد ديالتنضيف حاولو تغسلو يعني بزربة وما تكتروش مواد تنضيف في حيات الطين كي تشرب وهذه هي النتيجة النهائية ديالتاجين دابالبنات وصبح جاهز للاستعمال وهو اللي كنت طيب تفيه ديالتاجين سوسي ملصق مطلق الريحة ديالتين متاشي حاجة كنتمنى تعجبكم الفكرة ديالليوم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله